تحت سامي رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد انعقدت اليوم بتونس اعمال الدورة الاربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب وبهذه المناسبة استقبل الرئيس سعيد معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباحة رفقة وزراء الداخلية العرب وخلال الجلسة الافتتاحية تسلم معاليها وسام الامير نايف بن عبدالعزيز من الصنف الاول الذي اصدته سابقا الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الى المغفور لهو شيخ صباحة احمد الجابر الصباح طيب الله ثراه تقديرا لما بذله من جهود لدعم العمل العربي المشترك كما اجرى معالي نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الداخلية العرب تناولت التعاون الثنائي هذا وبحثت دورة الاربعون عددا من المسائل المتصلة بالامن العربي المشترك ومن بينها مكافحة الارهاب والجرائم السيبرنية في المنطقة العربية ودعم برامج التكوين الامني